وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولاً الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة والإمارات ثانياً الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين المملكة والدول المستادفة للاستفادة من خدمة طريق مكة ثالثاً الموافقة على اتفاقية مقر بين المملكة والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة رابعاً التباحث مع الجانب النيجيري في شأن مذكرة تفاهم في مجال الشهون الإسلامية خامساً التباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون ثقافياً سادساً الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي سابعاً الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة مع السنغافورة ثامناً الموافقة على مذكرة تفاهم في التحريات المالية بين المملكة وساحل العاج تاسعاً الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك من الأحكام المنصوص عليها من نظام الشركات وذلك بالسماح لجمعيتها العامة غير العادية بتضمين النظام الأساس للشركة عدداً من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار عاشراً تعديل وإلغاء عدد من مواد نظام التنفيذ حادي عشر تشكيل لجنة فنية لنقل الإعلام الداخلي إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع ثاني عشر تعديل البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 106 الثالث عشر الموافقة على نقل وترقيات للمرتبتين الخميسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو الآتي نقل محمد برجريس من وزارة الرياضة وتعينه على وظيفة وكيل الإمارة بالمرتبة الخميسة عشر بإمارة منطقة الحدود الشمالية ترقية الدكتور مسلم المطيري إلى وظيفة مستشار لشؤون القضايا بالمرتبة الخميسة عشر بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ترقية فيصل سديري إلى وظيفة وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق بالمرتبة الرابعة عشر بإمارة منطقة الرياض ترقية ناصر آل داود إلى وظيفة مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة بالمرتبة الرابعة عشر بإمارة منطقة الرياض واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقرير السنوي للدوان العام للمحاسبة لنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها خلال العام المالي 1438-1439 وقد اتخذ ما يلزم حيالها